السلام عليكم أنا منهور من قناتي يانسون وكراويا النهاردة أكلتنا أكلام لوكي رغم بساطتها وسهولتها أكل طعمها جميل جدا ولذيذ قوي فعلا هتشكروني عليها وياريت تكتبولي في التعليقات رأيكم فيها بكل صراحة والأكلة هي من بار الفراخ هنعمله بأجنحة الفراخ بطريقة سهلة بمكونات بسيطة وغير مكلفة متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة وكمان أتمنى تعملوا لايك للفيديو أول حاجة هننقع الأجنحة في مياه عليها معلقة ملح ومعلقتين خل ونشيل منها أي بواقي ريش ونقص الجزء الرفيع الموجود في الجناح ونسيبها تتنقع لمدة نص ساعة في المياه وبعد كده نشطفها ونحطها في مصفة الصفة كويس من المياه وحجم الأجنحة اللي احنا محتاجينها يكون كبير أو متوسط دي الأجنحة بعد الغسيل أجنحة حجمها كبير أو متوسط زي ما انتوا شايفين كده ومش لازم خالص يكون عليها جلد كتير أنا زي ما قلت لكم شلت جزء من الطرف الصغير الموجود في الجناح وسبت منه حطة صغيرة دلوقتي هاخلي الأجنحة من العدم باستخدام مقص وسكينة أول حاجة هنشيل العدمة دي العدمة دي بتكون لازقة في الكتف هنشيلها بالمقص هفصلها من الكتف من عند الأرقوشة بالمقص وخلي بالكو اننا ما نكسرش العدمة احنا بس نفصل كده من عند الأرقوشة كده نميل بالمقص كده هتتفصل على طول بعد كده بالمقص برضو هقص اللحم اللي لازق على أرقوشة الكتف شوية شوية هشيله كده من كل النواحي بالراحة خالص عشان الجلد ما يتقطعش مني وكل ما شيل شوية هنزل اللحم التحت بعد كده اشيل بالمقص شوية شوية واجيب السكينة ونزل بيها اللحم كده من على العظمة هفضل اعمل كده بالمقص والسكينة بالشكل ده لحد ما وصل للأرقوشة اللي بين عظمة الكتف وعظمة الجناح اشتركوا في القناة أنا وصلت للأرقوشة اللي بين عظمة الكتف وعظمة الجناح بالشكل ده برضو هفصل العظمتين عن بعض من عند الأرقوشة وما تكسريش العظم خالص الموضوع سهل جدا بس محتاج شوية تقني مجرد ما تعملي جناح واثنين ايدك هتاخد عليها والموضوع هيبقى سهل جدا دلوقتي هشيل العظمة دي كده بالمقص وبردو هشيل اللحم من حوالين الجناح بنفس الطريقة الاول هشيل بالمقص اللحم من عند الأرقوشة هخلعه كده هفصله كده هفصل اللحم بعيد عن العظمة بالشكل ده بالمقص بالراحة وبسهولة جدا وخلي بالكو عشان الجلد بيكون قريب جدا من العظمة في المنطقة دي وبردو بنزل اللحم اللي لازق في العظمة بالسكينة بالشكل ده لتحت لحد برضو ما وصل للأرقوشة الفصلة بين العظمتين بتوع الجناح وبردو أسلك اللحم من عند القرقوشة واشيل العظمة دي بالمقص بالشكل ده وهسيب العظمة الصغيرة الباقية ده شكل الجناح بعد ما خليته هقلبه وهخلي الجلد بره واللحم جوا واعمل بيع الكمية بنفس الطريقة دلوقتي هتبل الأجنحة بالتوابل نص معلقة ملح وربع معلقة فلفل اسود وطوم بودر وبصل بودر ولو مش موجود أي نوع من التوابل دي في البيت ممكن نستغنى عنه وهقلب التوابل مع الأجنحة ومعاهم لمونة متقطعة واركنهم على جنب لحد ما جهز الخلطة اللي هحشي بيها الأجنحة ده رز مغسول ومتصف كويس من المية دول 2 كيلو بس أنا هحتاج للتلاتة كيلو أجنحة كيلو واحد من الرز هضيف على الرز معلقة صغيرة سكر وأربع معالق صغيرين ملح ومعلقة صغيرة كامون ومعلقتين صغيرين فلفل اسود وتلات معالق بابريكا ونص معلقة شطة وهقلب الرز مع التوابل كويس جدا بعد كده هضيف على الرز تلات معالق كبار سمنة صايحة أو زبدة صايحة وكمان هضيف مقعب مرق الدجاج وقلبهم مع الرز كويس جدا دلوقتي هضيف الخضرة معايا 3 حزم من الخضرة حزمة بقدونس وحزمة كسبرة خضرة وحزمة شبت وأوراق عدين من النعناء الأخضر لو موجودة عندنا الخضرة مغسولة ومتصفية كويس من الميا ومتقطعة صغير بعد كده هقلب الخضرة مع الرز وبعد ما قلبها كويس جدا هضيف الصلصة دي صلصة المحش العادية خالص اللي نعرفها كلنا بس لو عايزين طريقتها هحط لكم لينك بتاعها تحت الفيديو في الوصف أنا عاملاها بمقادير مظبوطة جدا بعد كده هقلب الصلصة مع الرز بعد كده أحشي الأجناحة بالخلطة دي هنجيب الجناح ونفتحه من فوق بالشكل ده ونملاب الرز كويس جدا بس ما نكبسوش بالرز قوي وما تخافوش لو الجناح الجلده بتاعته مقطوع شوية ما فيش أي مشكلة خالص الرز مش هيطلع منها ولا حاجة لو سوتوه بالطريقة اللي أنا سوتو بيها وحمرت بيها بعد ما خلص كل كمية الأجناحة هجيب ورقة فايل وهحط عليها كيس استريتش بعد كده هنحط الجناح فوق الاستريتش ونلفو عليه الأول يعني هنلف الجناح بورقة بكيس الاستريتش الأول نلفو كويس جدا ونقفلو كويس بعد كده نلفو بورقة الألمونيا ونقفلها كويس ومش لازم قطعة الألمونيا تكون كبيرة قوي كفاية بس نلف فيها الجناح مرتين وخلاص وبرضو تكون كبيرة بحيس نقفلها من الجوانب كمان وممكن يتلف كمان بحاجة واحدة بس يعني ممكن نلفو بورقة الألمونيا بس أو بكيس استريتش بس بعد كده هجيب حلة كبيرة ونحط فيها مية على النار ونضيف على المية ملح وورق لورة وفلفل اسود واي توابل بتستخدمها في تسوية اللحوم ونسيب المية تغلي الأول بعد كده نسقط فيها الأجنحة ونسيبها لمدة ساعة كاملة تستوي بعد الساعة بتكون مستوية جدا بعد كده نطلع الأجنحة ونشيل من عليها ورق الألمونيا وهي سخنة عشان ما يلزقش فيها لو بردت ونرصهم في صانية مدهونة زبدة أو سمنة أو زيت وندهنهم من على الوش برضو بأي مادة دهنية وندخلهم تحت الشوية ولما الوش يتحمر نقلبهم على الناحية التانية عشان تتحمر هي كمان وممكن تحمروها في طاصة على البتجاز من فوق بس ممكن تتفتح من النجو والرز يطلع منها عشان كده أنا بحمرها في الفرن وبتطلع بالجمال والحلاوة دي فعلا الأكلة دي جميلة جدا وطعمها حلوي قوي بكمان سهلة جدا ما تنسوش تكتبولي في التعليقات رأيكم في منبار الفراخ وبالهنى والشفى مقدما والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر